مرحبا وكيف الحال؟ اليوم راح نحكي عن خوارزمية الفيسبوك اول سؤال وصلنا انه ليش عم بنشوف تعازي كتير على الفيسبوك مؤخرا السبب احنا عارفين انه احنا اذا انتفاعلنا مع منشور كل ما زادت نسبة التفاعل كل ما زادت نسبة الانتشار طبعا المنشور طيب اذا احنا مش عم نتفاعل مع المنشور معناته اصدقائنا عم بتفاعلوا مع المنشور عشان هيك احنا عم بنشوفه طيب اذا مش احنا ولا اصدقائنا ايش اللي عم بصير اخر نقطة وهي مهمة جدا وعم بشوفها بكثرة انه في اشخاص عم بيحكوا انه احنا بسبب الكورونا ما عم بروح نعزي فبدأ ما انه مش راحين نعزي عم بننزل منشور تعزية لصديقنا اللي توفى قريبه فهون الاشي اللي عم بصير عم بصير اكثر من تعزية لنفس الشخص من الاهل وكمان من الاصدقاء طب ايش هي تعريف خوارزمية الفيسبوك الخوارزمية هي عبارة عن برمجيات وذكاء اصطناعي لقياس جودة المحتوى لمنحه نسبة انتشار معينة وفي موضوعنا اليوم لحج به او اغلاق حساب الناشر ويتم تطوير هذه الخوارزمية بشكل دوري وتعتمد على ثلاث معايير الاشخاص اللي بتفاعلوا معهم نوع المحتوى اذا كان نوع نصي ولا صورة ولا فيديو ولا رابط فمثلا محتوى الرابط الفيسبوك ما بحب ينشره بشكل كبير لانه بدوش الناس تطلع بره المنصة محتوى الفيديو بكون جاذب اكثر من محتوى الصورة او محتوى النصي وكذلك شعبية المحتوى المنشورة وكمية التفاعل كل ما كان التفاعل عالي كل ما زالت نسبة الانتشار طيب ليش الفيسبوك عم بيحارب المحتوى الفلسطيني في 2015 تم رفع دعوة جماعية من 20 الف ضد شركة الفيسبوك في محكمة نيويورك العليا بتعويض قيمته مليار دولار دعوة ان الفيسبوك يحرض على العنف وان هناك محتوى فلسطيني يحرض على الهجمات الارهابية الاخيرة لان خوارزمية تنشر المحتوى لمن هم مهتمين بنفس الموضوع فيتم تجميع المحرضين لنفس المنهج وتزعم الدعوة ان الفيسبوك لديه التزام قانوني واخلاقي لحضر الكثير من هذا المحتوى لكنه اختار عدم القيام بذلك لماذا يحارب الفيسبوك لمحتوى الفلسطيني وطالبوا الدعوة هذه وطالبوا بازالة جميع الصفحات والمجموعات والمشاركات التي تحتوي على تحريض على قتل اليهود على الفور مراقبة موقع على الانترنت بشكل فعال بحثا عن مثل هذا التحريض بحيث يتم ازالة كل التحريض على الفور قبل نشره على الجماهير الارهابية شوفوا شوفوا المصطلع القادم والارهابيين المحتملين والتوقف عن العمل كوسيط بين الارهابيين ومنظمات الارهابية ومن يحرض الاخرين على ارتكاب الارهاب كما قالوا ان الفيسبوك لا يتعاون مع الشرطة الاسرائيلية وطالبوا الفيسبوك بازالة كافة المحتويات التي تحتوي على تحريض على قتل اليهود يعني طيب مين عم بحرض على قتل اليهود في وحدة الامن الوقائي اللي هو تقوم باستخدام ذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها استخدام تحليلات البيانات والخوارزمية للتنبؤ بمكان وزمان حدوث الجريمة خمسين دائرات شرطة بالولايات المتحدة بتستخدم هذا النوع من فتستخدم اسرائيل نفس الاسلوب لتعرف على المهاجمين فيتم رصد كل من ينشر صور شهداء أو أسرة ويتم وضع علامة عليهم أنهم مشكوك بهم ويتم رصد قائمة أصدقائهم أيضا ويتم رصد الصفحات الإعلامية للمؤسسات الإعلامية أو للأشخاص الإعلاميين أيضا خاصة الصفحات المتعلقة بالفصائل المسلحة 2014 قبل قصف غزة نشرت إليت شاكيد البرلماني الإسرائيلي اليميني المتطرف رسالة على الفيسبوك قالت أنه يجب قتل أمهات المقاتلين الفلسطينيين وتدمير منازلهم هي ولا أي مستخدم انترنت يهودي إسرائيلي آخر ينشر مثل هذه اللغة تم اعتقاله أو حتى محاسبته خوارزمية الفيسبوك منحازة فقط فهي تراقب الفلسطينيين فقط طيب شو اللي بتستهدفه إسرائيل بتستهدف أعداء إسرائيل منكري الهولوكوست المنصات الإعلامية الفلسطينية وحركة المقاطعة بي دي اس سلوكيات المخالفة حسب سياسة مجتمع الفيسبوك العنف المفرط خطاب الكراهية وهون المعيار معوم التحرش والتسلط طيب بعض الكلمات التي يتم حجبها على الفيسبوك وإنستجرام حماس الجهاد السراية حزب الله شهيد مقاومة إرهابي مقارنة أو تعميمات أو عبارات سلوكية غير إنسانية محددة مكتوبة أو بصرية والتي تشمل الأشخاص السود والقردة أو المخلوقات الشبيهة بالقردة الشعب اليهودي والجوردان يدير الشعب اليهودي العالم أو يتحكم في المؤسسات الكبرى مثل الشبكات الإعلامية أو الاقتصاد أو الحكومة أنا مش فاهم ليش حطيني الجملة هاي يعني كيف الجملة هاي فيها أي تهجم يعني إذا أنا بحكي إن إحنا عنا كل البنوك في العالم وين التهجم أنا مو شاف إنه هنا فيه تهجم بس يعني عشانك حكيت إنه المصطلح معوم شعب المسلم والخنزير النساء كأغراض منزلية أو الإشارة إلى النساء على إنهن منتلكات أو أشياء يشار إلى المتحولين جنسيا أو الأشخاص غير ثنائيين باسم ذلك تعبيرات الإصدراء المكتوبة أو المرئية والتي نعرف على النحو التالي القبول الذاتي للتعصب على أساس الخصائص المحمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهاب المثليين يعني الناس اللي بخافوا أو بحبوش المثليين كره الإسلام العنصرية التعبيرات التي لا ينبغي أن توجد خاصية محمية أشكال التعبير عن كراهية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاحتقار والكراهية عبارات الرفض بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر لا تحترم لا أحب لا تهتم عبارات الإشمائزاز مكتوبة أو بصرية التي نعرفها على أنها التعبيرات التي تشير إلى أن الهدف يسبب المرض اعتبارا من سبتمبر 2020 قبل شهرين ليس لدي الفيسبوك تعريف رسمي لما هو معادي للسامية قام الفيسبوك بإزالة المشاركات التي تحتوي على الكلمات الرئاسية فيها المستوطنون غير الشرعيين وهذا مصطلح معروف يعني باليؤن بس بالنسبة لفيسبوك لا هذا يعتبر مصطلح غير قانوني المستوطنون اليهود الأثرودوكس غير الشرعيين أو صهيوني حتى لكن لم تتم إزالة هذه المنشورات التي تحتوي على الكلمات الرئاسية الثالثة الموت لفلسطين عادي جدا يجب إبادة الناس ويغذب المبيدات عادي جدا هذه مش مخالفة قانونية كل مسلم إرهابي ميت فخور كهنست هدولا كلهم لا يعتبروا مخالفين حسب سياسة الفيسبوك وإيش عذر الفيسبوك شو بيحكي لك في بعض الحالات نرى تهديدات طموحة أو مشروطة موجهة للإرهابيين وغيرهم من الفاعلين العنيفين على سبيل المثال يستحق الإرهابيون القتل ونعتبر تلك التهديدات غير ذات مصداقية وغياب أدلة محددة على عكس دارك يعني طيب حكينا كيف الفيسبوك بيشوف وإيش بيشيل وإيش الكلمات اللي بخالف عليها والسلوكيات الآن بعض التوصيات عند استخدام محتوى عن فلسطين كن على دراية بالكلمات الرئيسية التي لا يجب استخدامها تجنب التعميمات على أساس الدولة والدين مثال لا تقول استمعنا لرجال الأعمال وبدلا من ذلك قل استمعنا إلى مجموعة من رجال الأعمال عشان إحنا ما نعمم الابتعاد عن الصورة النمطية Stereotyping ابتعد عنه قد يكون من المفيد تجنب تضمين لغة أو صورة للقوالب النمطية أو المقارنات حيث يمكن اعتبارها ضارة أو بغيضة مثل النكات والميم عند الكتابة عن شيء غير واضح أو غير مثبت قانونيا قم بتضمين مصطلحات مثل مزعوم أو مناقشة أو مشتبه به عند الابتباص من تعليقات أخرى أو مناقشة محتوى مثيل الدجل للجدل أسف أضف سطرا للسياق تشمل أنها ليست كلماتك ولكنها أرسلت إليك تجنب العواطف أو الكلمات ذات الشحن السلبية عند الكتابة عن مجموعة أو موضوع عند التعليق أو النشر حول شيء محدد مثل شخص أو مكان أو حدث استخدم لغة غامضة بدلا من لغة معينة فتجنب أن تحكي هذه القطة قذرة ولكن يمكنك استخدام هذا قذر بدون الإشارة إلى القطة وهذه بعض المصادر هاي بعض المصادر اللي شفتها فيه بالنسبة لسياسات الفيسبك موجودة على أول رابط بعدين فيه عندنا جمعية حملة بفلسطين الداخل بعدين فيه عندنا جوش فويس فور بيس عندهم هذا الملف اللي هو في المعلومات القيمة هذه شكرا وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة مهم جدا أنه ندير بعنا وإيش اختيارنا للكلمات خاصة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين السلام عليكم